وعندما جاء يهوذة الإسخريوتي وسلم يسوع المسيح بقبلة وهنا أحبائي بطرس تحرك الدم الشرقي وقال يسوع أن أضرب وفعلا مسك الخنجر وضرب بالسيف تبعه وقطع أذن عبد رئيس الكهنة ملخص قال له يسوع رد سيفك إلى غنده لأن الذي يأخذ بالسيف بالسيف يأخذ وكأن بطرس عم بدافع عن يسوع المسيح أنه ما يروحش للصليب قال له لا حط يعني السيف في مكانه هذه ليست رسالة ولا إرسالية المسيح أو المسيحيين وعندما وقف أمام مجمع السنهدرين ليحاكم هناك من الشيوخ ومن قيافة رئيس الكهنة ومن حنان أيضا وخبرهم أنه كان تعليمه كل يوم واضح علنا في الهيكل ما فيه شيء مخبأ لكن جاءت الساعة المسيح كان بيتنبأ عن هذه الساعة جاءت الساعة وهو ذا ساعتكم كما قال يسوع المسيح يعني السلطان مش بيئت كل درجة أنه قيافة بعد إقامة العازر قال هذه العبارة خير لنا أن يموت رجل واحد أو إنسان واحد عن أن تهلك الأمة كلها كان بيتكلم بنبوة كما قال يحن بروح النبوة عن موت يسوع وبأية ميتة مزمع يسوع أن يموت فيها فإذن منلاحظ حتى فكر التلميذ في هذا الموضوع كان عندهم تشويش غير مدركين هذه الحقيقة حتى يسوع لما ذهب إلى الصليب وبتشوف مجموعات من الناس عم تسخر من يسوع المسيح الجند الروماني استهزأ والفرسيين والكتب ورؤساء الدين استهزأوا والناس استهزأت في يسوع طيب أوكي إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب لنؤمن بك والغريب أحبائي يسوع له السيادة والسلطان المطلق الكامل لكن لم يرد على هذه الاستهزاءات برضو مش بس لتتميم النبوة لأن المسيح جاء لهذا الغرض عينه موسيقى موسيقى